انا جايب لك النهاردة خبر مش الافضل اطلاقا وخبر حزين جدا لمنشئين المحتوى اللي بيكسبوا من الدولة اللي هتكلم عليها في الفيديو ده لان الدولة دي قررت خلاص ان هي تعمل ضرائب والدرائب دي لسه الى هذه اللحظة مش واضحين ومش مبينين واحنا مش فاهمين اذا كانت الدرائب دي حتكون على اليوتيوب وبلوجر ولا بلوجر بس ولا يوتيوب بس الموضوع ده مش ظاهر زي بالزبط لما جينا ندخل المعلومات الضاربية لامريكا ما كناش فاهمين نسبة الاقتطاع ولا ان فيه 30% وفيه 15% وفيه ناس بيهرابوا بصفر في المية الموضوع مش كان واضح الدولة دي هي ايرلندا الفترة اللي جاية فيه تحديث حيبدأ يظهر للبعض من منشين المحتوى وهي اضافة المعلومات الضاربية لايرلندا مش بس الولايات المتحدة الامريكية بصراحة انا ما بقتش عارف ومش فاهم ايه اللي بيحصل في جوجل ادسنس هو كل ما ييجي دولة تعمل معاك اتفاقية تبدأ تنزلنا نعمل المعلومات الضاربية لهذه الدولة احنا كده هنعمل كل الدول انا شايف ان الموضوع زي ما حصل في مصر ان اللي يكون مسؤول عن دفع الضريبة ده الشخص اللي بيدفع مش احنا تاخد من ارباحنا الموضوع باختصار علشان نكون فاهمين اي منشق محتوى بيكسب من ايرلندا واي منشق محتوى بيكسب من امريكا اللي اتنين دول الى هذه اللحظة جوجل ادسنس مسؤولة عن اقتطاع الدرائب من منشق المحتوى من حضرتك انت انت اللي مسؤول ان جوجل ادسنس تاخد من فلوسك يعني فلوسك اللي بتقبضها دي في الاخر بيبقى فيه خصمين الخصم الاولاني عند تحويل ارباح من جوجل ادسنس لحسابك البنكي خصم الضرائب الامريكية وحيبقى فيه خصم الضرائب الايرلندية وحيبقى فيه خصم اللي من البنك ايرلندا دي لسه جديدة وعلشان تعرف انت بتقبض ولا لأ من ايرلندا او بتاخد فلوس ولا لأ او عندك عوائد هنا من الاعداد المتقدمة هتبدأ تبتح الاعداد المتقدمة وتيجي على الوضع المتقدم من الوضع المتقدم هتيجي على الموقع الجغرافي او المدينة بس هو الموقع الجغرافي وحتبدأ تضيف علامة زائد الفلتر وتبدأ تشوف من الفلتر الارباح المقدرة وتعرف ارباحها منين وهنا هتبدأ تبص على الدول لغاية تنزل تنزل بيعرض لك خمسين نتيجة في خلال الخمسين نتيجة دي بتعرف انت بتقبض من ايرلندا ولا لأ تحياتي للجميع حبيت اكون اول شخص بينك في صباحك الجميل شكرا للجميع ان اتقابل في فيديو جديد والله يا غصب عني وانا متأكد اني 95% من حضراتكم ما بيقبضوا من ايرلندا ولا بياخدوا منها فلوس اصلا ما اعرفش مين ايرلندا دي ايه على الخريطة اصلا عشان قطر يعملوا كده ما اعرفش بس حبيت اوضح لك كل حاجة بالتفصيل وطبعا الاسكين نتيجة هتبقى موجودة قدامك على الفيديو شكرا للجميع ان اتقابل في فيديو جديد تحياتي اتقابل ايدي